الأزمة دي بقى فضلت يعني ايه في مستويات مختلفة كده ما بين صعود وغبوط مش بس على مستوى بالمناسبة يعني مش بس على مستوى المجتمع المصري لا ده على مستوى المجتمع الأمريكي نفسه احنا بنتكلم هنا عن منصة جديدة على الانترنت منصة بالدفع يعني اسمها ديزني بلاس ديزني بلاس جات المسؤولة اعتقد انه كان مش فاكر كان عضو مجلس ادارة ولا رئيس مجلس الادارة المهم انهما جون في لحظة من لحظات واعلنوا بشكل مباشر انه احنا في كل الاعمال اللي حيتم انتاجها من ديزني بلاس من شركة ديزني وشركة ديزني دي واحدة من اهم شركات الانتاج للعد بقى يعني كل ما هو مرتبط بالطرفية سينما تلفزيون اغاني انتاج مخصص للانترنت فيديوهات قصيرة فيديوهات طويلة مصرحيات شركة من اكبر الشركات في العالم قالت ان احنا في كل عمل جديد هنعمله هو اتقل كده خرج من مجلس الادارة كلام واضح رسمي تصريح وده عمل الابان في امريكا كمان احنا لازم نبدأ يبقى عندنا في كل عمل من اعمالنا شخصية لها ميور جنسية مختلفة انا بحاول يعني ايه ايه في الكلام قبل ما اقوله تمام اصبطه يعني بما يناسب حضرتك وحضرتك او نوع من درجة المثلية الجنسية او درجة من درجات المثلية الجنسية او انا مش عارف لها ترجمة هو دولتي عايزين يشيلوا الضمير اللي هو بتاع هي قرشي ففيه فئة يبقى اسمها ذم هم ما يبقاش ولا حتى هن ما يبقاش فيه دلالة على النوع يبقى فيه كلمة ذم ولا هو ولا هي ولا هن ولا هم فهم قالوا ان احنا هنحط في اعمالنا بقى لازم الثقافة الناس تتغير واحنا هيبقى في اعمالنا هذه الشخصيات في كل الاعمال اللي هننتجها ده عمل الابان في امريكا وعمل كمان على مستوى اجتماعي في مصر هنا كلام ونقاش واحنا هنتعامل ازاي هنشوف المنصة هنتفرج على اللي عجبنا ونسيب اللي عجبنا طب هم قالوا هنحط في كل حاجة هو في الحقيقة يعني التحدي اجتماعي التحدي اجتماعي على كل المستوات ده تطور بقى للمستوى انه نائبة يناس عبدالحليم وهيعضوا مجلس النواب اعلنت النهاردة انها قدمت طلب احاطة علشان يتنقل النقاش ده كله لمجلس النواب وبتكلم عن حجب موقع ديزني بلس لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والاعراف والقيم الدينية والاجتماعية المصرية برحب احرك معنا يا سيدة النائبة اهلا بيك يا أساة الشريف انا بس عرضت الموقف الاول كده انه ايه ازمة متحركة قادة تتضحرك وتكبر وكبيرة عندهم هناك زي ما هي كبيرة عندنا بس هناك عندهم يعني مجتمعهم مختلف عن مجتمعنا ازاي حركة قدمت طلب الاحاطة محتوى ايه وهل من الممكن فعلا عمليا حاج بمنصة ولا لأ بوصح حضرتك انا جالي شكاوي من اهالي كتير برغم ان احنا بنتابع الاطفال وبنتابع مواقع اللي بيشوفوها لكن مش هنقدر نحجب اللي ديزني حتعمله في ادراك شخصيات شخصة للترويج للمثلية الجنسية قامر مباح لديها ضمن عملها اللي حتيجي بعد كده كده ده شيء قطير على مجتمعنا المصري واعتقد ان في بعض الدول العربية وقفت هذا الموقع انا ما اتكلمت على ان ازاي حنوقفه احنا فعلا عندنا حكم قضائي سنة 2009 حكمت بيه محكمة الادارية العليا حكمت بحكم المواقع الاباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت وما يترتب على ذلك من عثار كما ان دستور المصري في المادة تسعة اساس المجتمع عندنا هي الاسرة قوامها الجين والاخلاق والوطنية والدولة بتحافظ زيما على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل من تقاليد احنا تربينا عليها وعلاقات داخل مجتمعنا كما ان الدولة بتكتل حماية الامومة والطفولة ورعاية النشأ والشابه انا لازم ادافة عن كل دول كويس ممكن يبع عندك نصوص وقوانين واوراق لكن ازاي اولا يعني مثلا انا بتكلم الله انا حضرت نقاش زي ده انه هيقول له حريك لا انتي مش هتقدر يتمناعي ديزني بلس بس هتقدر يتمضي اتفاق مع ديزني بلس بانها ما تعرضش الاعمال دي عندك او هم بيعملوا حاجة اسمها التوزيع جغرافي فالعمل ده بيتعرض في منطقة دي من الدنيا وبيتعرض في منطقة تانية من الدنيا حاجة تانية هل في امكانية لتنفيذ هذه الامور ولا لا شايف ان الحكومة تقدر تعمل كده او المؤسسات المعنية في مصر تقدر تعمل كده ولا لا والله ده حيكون رد وزارة الاتصالات على كل اللي موجود في الدستور لحماية شبابنا واصفالنا من اللحية واعتقد ان الكويت والصادية عمل في كده كويت والسعودية والامارات والمعنى بالرد على طلب الاحطة لحرك قدمتيه المعنى بالرد هو وزارة الاتصالات طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على التوضيح النائبة ايناس عبد الحليم شكرا جزيلا على بوضحرك معنا اشتركوا في القناة